هنروح بقى الحاجة اجتماعية. كان من فترة على جروب البنات على سوشيال ميديا مناقشة عن ليه الراجل ممكن يوصل لمرحلة الهوس في علاقته بحبيبته وخاصة في المراحل الأولى من التعارف. لما دورنا لقينا علم النفس بيقول أن الراجل في المراحل الأولى من الحب بيكون عنده صعوبة في أنه يبعد عن حبيبته عن عقله وعن تفكيره وأنه بيفكر فيها أغلب الوقت يعني الراجل بس اللي هو بيبقى عنده الوهج ده في أول العلاقة بيقول لي فيه بنت بنات مهووسة يعين يعني ما بتبقى في أول الحكاية مهووسة جدا وحاسة أنها عايزة تشوفه بتفكر فيها على طول. لا مش الراجل. أنا مش مع الدراسة دي. بس الأبحاث. بس اللي بيحبه أكتر يفكر دايما. بعدين ليه حاصرينها في السنة الأولى أو العلاقة في الفترة الأولى. عشان بيبقى ليسة فيه. ليه ما ليبقاش كده على طول. يعني حبينا بعد. ولا بعد كده فيه. قصة ولا مناظر ولا فيه. نتكلم في ده في الفاصل. المهم يعني الأبحاث أكدت إن الهووس ده بيكون مرحلة شائعة جدا وأحيانا بتكون مميزة في بعض العلاقات بس مش كلها. كمان الأبحاث بتقول إن الرجالة إيه يا أستاذ. الرجالة بيقول البحث يعني بتحس بالسعادة والحيوية والثقة في الأول. عشان كده ممكن الموضوع يوصل للهوس. وأنا فيه رأيي إنه الهوس ده يعني مش هنسميه هوس. هنش هنسميه ألق وهج في العلاقة في الأول. بتاخد أشكال بعد كده من الحب. بس لكن الحب الحقيقي يفضل موجود. يفضل واخد أشكال حلوة ويفضل فيه الوهج. لو اشتغلنا عليه لأن الحب زي الزرعة. أي حاجة زرعة عندك بتنميها بتكبليها. بتشتغل عليها. بتسقيها كل يوم. مش قاعدة دبلانة عطشانة. فيه بقى حب يعني يطفي. وفي حب ينور. هي قالت. أنا أنا كنت لسه بقى هقول كده. دي حاجة. كنت هقولها. على لسه. والله العظيم كنت لسه هقول كده. بس في بقى كمان لو سبنا الهوس ده. أو إحنا امبسطنا قوي يعني البنات بقى تنبسط تقولك ده بيحبيني ده بيغير علي. ده بيقول لي ما تروحيش غدا. وتكلميني. ده حتى في الشغل بيخليني ساعات افتح الموبايل من كتر ما بيغير علي. عشان بيقول لي لأ لازم بقى منطمن عليكي واسمع حتى انت بتقولي في الميتنج. بعد كده هتشتبه يمر الشكوة. الحاجات دي بقى بتعمل ايه؟ سيطرة رهيبة. ممكن بقى نروح لمشكلة كبيرة. اللي هي بدأت. أنا سيطرت على هذه الكائلة. سيطرت. سيطرت. وقعدت الارحم. وبعدت الاسحاب. وبعدت كل حاجة. عايز عالفة شكر. كملي بقى يا حضرتك. وبعد كده بقى حبيبتي الدنيا اتغيرت. عشان كده مش لازم ناخد حاجة. مونة لأ والله دي نقطة مهمة قوليها بعد اذنك تاني. اه اه اه. الشخص الغيور قوي او اللي عايي بحسس واحدة بالاحتواء وانتي فين وصباح الخير وتسباح على خير وبدأ. وبعدين عايزها يبقى هي هو محور كل حياتها. وهي تبضل تتمحور بقى. تتمحور. حد ما تخليف البيب الاولاني والتاني. وتبضل تتمحور حواليه. وبعدين هو قطع عن كل الناس. وبعدين ما تسمعيش كلام الناس. وعن اهلاتي انا اصحابك دول. بس تلاقي بقى ده عنده حب تملك. ده مش حب. وهو بقى ده الهوس. بقيم. فبالراحة كده اخذ بحبيبك هون الماء عسى ان يكون بغيدك يوما ما. وبغض بغيدك هون الماء عسى ان يكون حبيبك يوما. بالراحة. ما فيش حد كده سوبر. او فيه شخصية سوبر. احنا فينا يعني بنا قدمين. مش ملايكة. فينا ميزات. وفينا عيوب. بالراحة. وندرس الشخص. وخاصة في السنة الاولى اللي هي بتبقى فيها القطوبة. بنتعرف على بعض. ومش شخص. بنتعرف على اسره. تدخلى. اسره هتكوني اسره كبيرة. اسرتين هيدخلوا في بعض. اسرتين هيتعاملوا مع بعض. مش انتي وهو بس. كنا لسه بنتكلم عن جزء. يعني من الموضوع ده. آآ عن لايف مع رئيس تحرير. استاذ محمد سامي. عن آآ. عن القصة بتاعت. اه. احكيلي بقى. لا قصة طويلة. هنتكلم فيها. في اللايب. انتكلم. طب ما ده اعمالي سؤال على الصفحة. يعني طلق سؤال. سؤال على الصفحة. استاذ محمد سامي. اصار موضوع مهم جدا. كنا بنتكلم عن الزواج. امتى آآ. امتى النقطة. اللي استحالة. بعدها العشرة. ويجب فيها الطلاق. لو فيه اهانة. لو فيه تطاول. دي حاجات جديدة. سواء عليكي. او على آآ. كل المحطين بيكي. قسرتك. حد يغلب في حد. ممكن اهانة بسيطة تتصلح. لكن تجاوزات مرة واثنين في الخطوبة. قلنا الادمان ده. هو ده موضوع الطرح. حد قال خيانة. آآ. انت دلوقتي قلت تطاول. اهانة. ففي ناس ممكن تطاول. او اهانة. نعتبرها غلطة وتعدي. ست قد تغفر خيانة نزوة. تغفرها لانها بتحب. طبعا. احنا بني قدمين. يعني لازم. احنا مين عشان نغفر يعني. لكن. انت كنت معنا على الهواء ولا ايه? والله ما عبدا. حضرتك. انا ما دقتها الرأس تقول في البرنامج. وفتحنا المواضيع دي. ايه. الواحد بيسمع انه الاختيار الاولاني. لو كويس بيبقى الدنيا كويسة. صحيح. وبعدين ممكن نعيش مع بعض من غير حب. بس يتبني بالعلاقة الحلوة والطيبة. لكن الحب ممكن يروح ويهرب من الباب او الشباك. يهرب باي طريقة لو كان في عدم احترام. فالاحترام ده مهم جدا.